الثلاثة اربعة يام اللي فاتوا كان فيه لغط غير طبيعي كان حاصل على استراد الغاز الاسرائيلي والحقيقة خليني اقول انه اللغط لما بيحصل فيه مثل هذه الامور لا يعني بتكون انا وجهة نظرنا يمكن المتوضعة جدا بشوف ان دي حاجة محمودة جدا لانه انت بتكلم على شعب يعني عنده روح الانتماء عنده الوطنية مش حابب التطبيع او التعامل مع اسرائيل بكل اشكاله وبالتالي لما بتحصل حاجة فيها كلام في هذا الملف او في السكة دي بيسأل وبيقول طب ليه وإيه اللي حصل طب واحنا ازاي مش احنا مفوضة ان احنا الغاز ده بعد حقل الظهر احنا يبقى قريب عندنا اكتفاء ذاتي وقريب حنصدر وما الى ذلك وده الحقيقة وده النقطة اللي الرئيس امبارح كان في احد المؤتمرات واتكلم عنها اللغة طبعا الكبيرة اللي حصل عن استرادة الغاز الاسرائيلي لانه كانت نشرت صفحة رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو على موقع فيسبوك يوم الاثنين اللي فات بالزبط من ثلاثة يام مقطع فيديو بين يمين نتانياهو بيتكلم فيه وهو بيعرب عن ساعاته البالغة انه وقعه بتوقيع اعتفاقية تصدير الغاز الاسرائيلي الى مصر حينه مش هرحش اكتر من كده وبالتالي لما تقرى الخبر مفيش غير انك هتقول انه اسرائيل ومصر على المستوى الرسمي هم اللي بيفكروا او هم اللي اتفقوا على هذه الاتفاقية او توصلوا الى هذه الاتفاقية الرئيس السيسي حسم الجدل بشكل بشأن هذا الموضوع بشكل يعني واضح جدا بخصوص اعلان اسرائيل توقيع صفقة مع مصر عشان تصدر غاز قيمتها 15 مليون دولار وقال احنا تابعنا على هامش ده كان يمكن يعني قال ان احنا تابعنا اللي بيحصل الايام اللي فاتت دي وحالة اللغة والمصريين المخاوف او القلق اللي كان عندهم وقال انه ده كان في زيارته الاحد مراكز الاستثمار وقال انه الحكومة ما هياش طرف في استراد الغاز من اسرائيل وانه الدولة ما عندهاش حاجة تخبيها في الملف ده وانه من قام بالاستراد هو القطاع الخاص وقال كمان انه انا بقالي اربع سنين بحلم ان مصر تبقى مركز اقليم للطاقة وانه الغاز اللي سيتم استراده سيعالج فيه المنشآت المصرية مقابل القيمة المناسبة وحيتم ادخاله على الشبكة القومية عشان يكون متاح اما للاستهلاك المحلي او لتصدير طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا في مصر هنا قانون منظم لتجارة الغاز احنا يعني موضوع تجارة الغاز والاتفاقيات دي حاجة بتسير وفقا لقانون منظم لتجارة الغاز وده بيخليها سوق حر للتداول المهند شريف اسماعيل كمان الحقيقة بس على يعني في نفس الصياق كده رئيس مجلس الوزراء النهاردة خرج في مؤتمر صحفي كمان وتحدث عن هذا الموضوع وقال انه الحكومة ما تأخرتش في الرد اعتقد ان كان في حد سأله او قال له يعني ليه تأخرته لغاية ما طمنته الناس وفهمته الناس انه ده القطاع الخاص وانه التفاصيل وكده فهو رد قال احنا ما تأخرناش الحكومة ما تأخرتش يعني بمجرد ان الخبر استقبال الغاز من اسرائيل منتشر وزير البترول بنفسه كان حريصا هو يوضح الامر ده في ما يتعلق بهذا الملف بمناسبة برضا